أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوتي دكتور مصطفى أهلا وسهلا بك يعني لا شيء محسوم حتى الساعة فيما يتعلق بالدفعة الثانية من تبادل الأسرى والمحتجزين تعليقك على كل ما يجري في هذه اللحظات نحن نرى تلاعب إسرائيلي يعني تلاعب واضح ومحاولة لتغيير قواعد الاتفاق وربما هنا يعني يمكن القول أنه في طرفين في الموضوع في طرف يريد استمرار هذا الاتفاق من الجانب الإسرائيلي وطرف آخر يريد تخريبه الصراع الداخلي واضح وأولئك الذين يريدون تخريبه يريدون أن يعودوا إلى عمليات قصف قطاع غزة وإلى الهجم البربرية التي يقومون بها والتي أودت بحياة يعني حسب التقديرات الآن مع منهم تحت الأنقاض بحياة 22 ألف فلسطيني الوضع خطير جدا ولكن المطلوب من كل الأطراف وخاصة الوسطى أن يضغطوا الآن على إسرائيل للالتزام بما نص عليه الاتفاق وخاصة أن هناك مباحثات إضافية تجري الآن لتمديد وقف إطلاق النار ليومين إضافيين يعني هناك أيضا مشاورات في هذا الشأن وفي نهاية المطاف المطلوب يعني فعلا أن نصل إلى وضع يوقف فيه إطلاق النار بشكل كامل وليس فقط لفترات محددة دكتور مصطفى السؤال اليوم تغيير قواعد الاتفاق يعني يصب بمصلحة من لأنه حتى الأطراف الإسرائيلية وخلافهم الداخلي منذ اليوم الأول فيما يتعلق بكيفية الدخول إلى القطاع ما نوع وشكل العمليات التي يجب أن تتم كيف يمكن تحرير المحتجزين من أيدي حماس يعني كلها حتى إلى آخر لحظة خلال التصويت الإسرائيلي في الحكومة على هذه الصفقة كان هناك علامات استفهام لماذا اليوم بما أن الداخل الإسرائيلي كان يحتفل بالأمس والضغوطات تزداد لإخراج كافة المعتقلين لأن الحكومة الإسرائيلية حكومة متطرفة بمجموعها وعنصرية بمجموعة ولكن فيها فاشيين ومن هؤلاء الفاشيين سموت ريتش وبينكبير الذين أصلا صوتوا ضد هذا الاتفاق وضد وقف إطلاق النار بشكل عام ونتانياه ربما يتأرجح بين المواقف ويفكر فقط في مصلحته الشخصية وكيف يمكن أن يبقى في الحكم ولكن هناك سراعات داخلية تدور في إسرائيل وهو ينحاز مرة لهذا الطرف ومرة للطرف الآخر لكن العامل الآخر الذي لا تستطيع إسرائيل تجاهله هو الضغط الأمريكي والضغط الأمريكي في هذه الحالة تحديداً معني بالاستمرار بتبادل الأسرة لأنه يريد أن يحصل على اثنين أو ثلاث من يحملون الجنسيات الأمريكية أيضاً حتى يظهر بايدن أنه حقق إنجازاً ما إنما كل شيء طبعاً يبقى خاضعاً للنقاش حتى تتم العملية يعني ممكن أن تتأجل بشكل عام وهذا يعني تأجيل كل العملية هذه الليلة ليس فقط للإسرائيليين بل أيضاً للأسرى الفلسطينيين الذين ينتظرون على أحر من الجمر أن يلتقوا بأهليهم كما فعل بعضهم أمس يعني أشير إلى أنه بحسب صحيفة إسرائيل اليوم مصدر سياسي إسرائيلي يؤكد وجود صعوبات بإطلاق صراحة دفعة الثانية من المحتجزين ذكرت مصلحة نتنياهو أمام هذه الضغوطات لأنه حتى الضغط الأمريكي الذي أشرت إليه دكتور قيل وحكي بمعلومات ديبلوماسية وحتى صحفية أمريكية أنه كان له دور بإقناع نتنياهو عملياً بهذه الصفقة هل بهذه البساطة اليوم يمكن أن ينسحب منها الطرف الإسرائيلي وأين مصلحته أصلاً بالانسحاب منها مصلحته هي مصلحة المعسكر الإجرامي الذي يريد استئناف العدوان على غزة وخاصة بعده يعني علينا أن نرى ما الذي يجري في إسرائيل اليوم العملية العسكرية الإسرائيلية كلها في محب الريح وعليها علامات استفهام كبيرة مع استمرار تسرب المعلومات حول الفضيحة التي جرت في 7 أكتوبر والتقصير الفاضح استخباراتياً وعسكرياً علينا أن نتذكر أنه الآن طلعت معلومات أنه في مجندات كنا على الحدود في فرقة غزة وقاموا بإعلام مراكزهم الرئيسية بأن هناك حراك يجري وعملية اقتحام لموقعهم ولم يتحرك أحد هذا يضع كل قيادة الجيش طبعاً تحت المسائلة ويضع الحكومة الإسرائيلية كلها تحت المسائلة هؤلاء يريدوا أن يستمروا بالقصف والتدمير لأنهم يريدوا أن يهربوا من هذه المحاسبة وهذه التساؤلات التي الآن تطرح في الصحف الإسرائيلية بشكل عام وهؤلاء أصلاً كانوا ضد وقف إطلاق النار بشكل عام بس ما يزعجهم أكثر أن العمود الفقري للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة انكسر الهدف المركزي لهذه العملية الذي أراده نتنياهو وكل من معه ترحيل كل سكان غزة إلى مصر الصمود البطولي لشعبنا وموقف مصر الحازم والآن هذا الصمود البطولي يتجلى في الشمال وفي الوسط صارت خطتهم ترحيل الشمال ووسط غزة ولكن هناك آلاف الناس عشرات لآلاف أصروا على البقاء في بيوتهم برأيناهم يعودوا إلى بيت حنون وبيت لاهية إذن المشروع الإسرائيلي السؤال الآن شو هدف العملية العسكرية الإسرائيلية إذا كان الهدف اقتلاع حماس طبهم يتفاوضوا مع حماس ويعقدوا اتفاقيات مع حماس وهنا السؤال هذا الهدف هذا الصبط الواقع الهدف الثاني الترحيل برضو في شر يعني الآن هاي القيادة العسكرية تواجه السؤال طب إذن ليش عملوا هاي العملية طب وأيضا هناك شيء إضافي بما أنك ذكرت الاتفاق والتفاوض يعني مع حماس لإطلاق المحتجزين الداخل الإسرائيلي اليوم وأنت أدرى دكتور مصطفى يتحدث عن أنه لماذا تم إهدار ثماني أو سبعة واربعين يوم بما أنه كان يمكن التوصل إلى اتفاق لماذا ما طلت الحكومة الإسرائيلية يعني الأعين اليوم متجهة على كل التفاصيل وبالتالي العمود الفقري كما ذكرت للمرحلة الأولى من العمليات البرية ومن القصف يعني سبعة واربعين أو ثمانية واربعين يوم لم يتحقق فيما وعد عدى به نتانياهو وحكومة وبالتالي أليس من المخاطرة استكمال جولة ثانية من القصف والعمليات العسكرية ووقف إخراج المحتجزين يعني هل فعليا يتحملون ذلك بالداخل صعب جدا لأنه أيضا في ضغط عائلات الأسرى أنا بقول لك إسرائيل فشلت يعني طبعا سيحتاج الأمر لوقت طويل عبير ما الناس تقتنع بهذا الرأي وتحلل الأمور من جميع الجوانب ولكن هم الآن في مأزق كما قلت العمود الفقري العملي الأساسي انكسر الهدف الثاني انكسر اجتثاث حماس انكسر شو بقي كان بإمكانهم يعني هم طبعا الآن يقاموا بعملية انتقام انتقام وحشي من مدنيين هذا الآن يثير العالم ضدهم الآن هناك ثورة عالمية في العالم ثورة كبرى في كل عواصم العالم حتى في الولايات المتحدة أحد عوامل الضغط التي يمارسها بايدن سببها أنه بايدن الآن أدرك أنه دخل إلى جحر خطير هو ظن بأنه بمشاركته في هذه العملية بإرسال جنود أمريكيين وطائرات والآخرين سيضمن إعادة انتخابه الآن الجمهور الأمريكي يقول له نحن لا نؤيد ما قمت به وبالتالي أصبح الجهر الذي دخل سببا قد يكون سببا في سقوطه في الانتخابات ولذلك يريد مخرج هو أيضا من هذا الرضع يريد مخرج سريع 70% من جيل الشباب في الولايات المتحدة يقول له نحن لا نؤيد سلوكك تجاه ما يجري في فلسطين والمظاهرات ليست فقط في الاعتراض ليست فقط في الولايات المتحدة نتابع ذلك كنا اليوم في شوارع لندن هناك موقف إسبانيا هناك موقف بلجيكا سأعود إلى هذه المواقف الدولية ولكن دعني أشير معك أستفيد من وجودك معنا دكتور مصطفى لأنه تتوالى الأخبار بحسب رئيسها يا أركان الجيش الإسرائيلي يقول قبل بعض الوقت لسنا مستعدين لوقف الحرب قبل أن نعيد جميع المحتجزين لدى حماس ماذا نفهم من هذا التصريح لأن المحتجزين تتم إعادتهم دون الحرب أقله ضمن الأربعة أيام التي عانى كل الوسطى للحصول على موافقة والبدء فيها طيب هو يعني بطل بده يجتأس حماس إذا هذا التصريح معناته يعني مش قادر يزيل حماس كما وعد وبالتالي الآن صار بده بس يسترجع الأسراء سيئة بقدر يسترجعهم جميعهم بدون والمقاومة الفلسطينية مستعدة فورا بستبرجعهم كلهم وبفرج عن جميع الأسراء الفلسطينيين معادلة سهلة يعني طبيض السجون الفلسطيني السجون اللي فيها فلسطينيين مقابل الإفراج عن هؤلاء الأسراء الإسرائيليين خاصة أنه عدد كبير منهم اللي موجودين في آخر القائمة ضباط كبار في جيش الاحتلال جنود ضباط استخبارات إسرائيل تعرف ما معنى قيمتهم الاستراتيجية وبالتالي إذا أراد أن يخرجهم جميعا هو أمامه حل من حلهم يريد أن يبيد كل قطاع غزة وهذا ما لن يسمح له العالم به ومعهم سيبيد كل أسراء لأنه كل ما استمر القصف سيقتل أسراء جدد حرب حسب تقارير المقاومة فيه حوالي ستين أسير إسرائيلي قتلوا من القصف الإسرائيلي المعادلة صعبة ليس أمامهم إلا تبادل الأسرة ما في مخرج آخر هذا هو الحل وبالمناسبة الخمسين أسير المدني اللي على أساسهم جرت هذه الصفقة كان باستطاعتهم يحصلوا عليهم دون مقابل هذا كان عرض المقاومة مقابل وقف إطلاق نار لفترة لكن كانوا مصرين كانوا مصرين بالبداية أنه لن نقبل بالتفاوض هم انكثروا في ثلاث أشياء ادعوا أنهم لن يقبلوا تبادل الأسرة والآن أجبروا على مبدأ تبادل الأسرة ادعوا أنهم لن يوقفوا إطلاق النار على الإطلاق والآن أجبروا على القبول ولو بوقف إطلاق نار مرحلي المسألة الثالثة قالوا أنه هدفهم اجتفات حركة حماس وإلى آخره والآن يتفاوضوا مع حركة حماس ويعقدوا معها اتفاقات إذن هذه الثلاث محرمات انتهت وهذا طبعا الفرق بين ما يعلنه أصحاب الرؤوس الحامية وبين التطبيق الواقعي والفعلي حسب معطيات موازين القوى على الأرض طيب أيضا بحسب مراسلنا قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة عند أطرافه إلى أي مدى تتخوفون اليوم دكتور مصطفى من عودة الأمور إلى المربع الأول لا شيء محسوم ولا نتحدث بهذه الطريقة لأن المعلومات فعلا لا تزال أولية وهناك ربما تتغير بأي لحظة ولكن ما نتبعه في الضفة يزداد صعوبة هناك ثلاث فتيان فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط سجن عوفر وهم ينتظرون الإفراج عن الأسرة وبالتالي يعني كيف يمكن أن نتوقع أن تسير الأمور في الساعات المقبلة قبل أن نتحدث عن إمكانية تمديد هذه الأدنة حتى لو عدلت طبعا أولا الإصابات خمسة لأنه مبارح يصيبوا اثنين بالرصاص أتحدث عن آخر ساعة اليوم ثلاثة المجموع بين إمبارح واليوم خمسة أيضا إسرائيل قامت باعتقال عدد من الأسرة الليلة الماضية أكثر من عدد الذين أفرج عنهم هذا كمان مؤشر مهم يعني يجب أخذه في الاعتبار ومجموع الأسرة الذين ارتقلتهم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر أكثر من ثلاث ألاف ومئة أو ثلاث ألاف ومئتين إذن نحن نشهد عملية خطيرة والآن اختهمات لطول كاريم ولنابلس ولهيجينين ولرمالة ولكل مكان ماذا يعني كل ذلك؟ هذا كله يعني يعيد تذكيرنا بالجوهر القضية الأساسية هذه المعركة لا تدور فقط من أجل الإفراج عن الأسرة وهذه المعركة لا تدور فقط من أجل التصدي لجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المسجد الأقصى هذه المعركة تدور وستبقى مفتوحة حتى يتم إنهاء الاحتلال الجوهر الموضوع هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستمرار نظام الأبرتايد العنصري الإسرائيلي واستمرار القمع والتنكيل والتهجير ضد الشعب الفلسطيني المعركة الآن معركة بقاء ووجود إسرائيل عندما دخلت إلى قطاع غزية حتى لو لم تجري هذه العملية كانوا يبحثوا عن فرصة أخرى جوهر الموضوع ولا أريد أن أطيل عليكم ولكن جوهر الموضوع أنه في معضلة كبيرة عنوانها أن عدد الفلسطينيين اليوم على أرض فلسطيني التاريخية أكثر من عدد اليهود الإسرائيليين إذا جمعنا كل الفلسطينيين الحل إما تنسحب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة والقدس وتزيل مستوطناتها وتقبل بدولة مستقلة ذات سيادة حقيقية أو تقبل بدولة ديمقراطية واحدة يتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات ولن تكون دولة يهودية أو التطهير العرقي هم صاروا في طريق التطهير العرقي وهذه الفشية التي تحكم في إسرائيل تسير في طريق التطهير العرقي ولكنها ستفشل فشلت في غزة ستفشل في كل مكان لأن هذا الشعب يضعك أن عليه التمسك بأرضه وبوطنه وعدم الرحيل المواقف بسؤال سريع وأخير دكتور مصطفى لو استسمح لي فيما يتعلق بحل الدولتين اليوم سمعنا من الرئيس الألماني يتحدث عن حل الدولتين سمعنا موقف من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يتحدث عن أنه لا سلام ولا أمن دون حل للموضوع الفلسطيني وحل عادل أيضا يعني كل هذه المواقف الدولية المتبدلة نوعا ما في هذا الشأن كيف يمكن أن يبنى عليها في المستقبل القريب؟ أولا علينا أن نقرأها بشكل صحيح صدور هذه التقارير وهذه القرارات وبعضها طبعا فيه فرق بين موقف البريطاني المنافق وبين موقف الإسباني والبلجيكي الحقيقي حديثهم الآن عن الاعتراف بدولة فلسطين يدل على نقطة واحدة أنه عادت قضية فلسطين تتصدر المشهد بعد أن أفشلت محاولات تصفيتها عبر التطبيع مع المحيط العربي هذا انتهى وفشل الآن النقطة الثانية طب الحديث عن حل الدولتين بالنسبة إلي هو مجرد نفاق ما لم يرتبط بأن يتخذ السيد المستشار الألماني ورئيس وزراء بريطانيا قرارا بفرض عقوبات على الاستيطانة لإجبار إسرائيل على إزالة المستوطنات بدون مثل إجراءات حقيقية تلجم إسرائيل في عملية التوسع الاستيطاني الحديث عن حل الدولتين يصبح مجرد كليشي مجرد كلام فارغ مجرد غطاء يستعملونه للتغطية على انحيازه من مطلق والكامل لإسرائيل بكل الوسائل وبكل الطرق شكرا جزيلا لك من رام الله أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي شكرا جزيلا لك